تقديراً للمواقف الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تم إطلاق شارع في مدينة البستان في محافظة كهرمان مارعش في تركيا باسم شارع ملك البحرين وأكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة موثل جلالة الملك العمل الإنسانية وشؤون الشباب أن هذا التقدير المستحق من قبل جمهورية تركيا الشقيقة يأتي تقديراً لجهود جلالة الملك المعظم وتوجيهاته السامية لتقديم الدعم للمتضررين من الزلزال وثمناً سموه الدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة المقرة برئاسة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بدوره أكد الأمين العام للمؤسسة الملكية للعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد أن هذا التقدير من الأشقاء في تركيا يأتي عرفاناً بما يقوم به جلالته حفظه الله من جهود إنسانية كبيرة لخدمة الأشقاء والمنكبين في مختلف الظروف ترجمة نانسي قنقر